مشكلة حصلة في جمعة المنوفية تحديدا في كلية اسمها كلية تكنولوجيا العلوم الطبية في جمعة المنوفية أي مشكلة لها طرفين والطرفين احنا هنتكلم معاهم ونفهم ايه التفاصيل الخاصة بالخلاف اللي حاصل في طرف هم 55 طالب 55 طالب دول قالوا في شكوى انه هم دخلوا الكلية من 3 سنين ودخلوا الكلية من 3 سنين وكانوا دخلين بحكم محكمة دفعوا مصاريف 800 جنيه وفقا لللائحة القديمة انا بحكي هنا او بقول هنا رواية الطلاب الخمسة وخمسين وبعد كده حصل انه تم مطالبتهم برسوم اضافية رفعوا قضية مرة تانية كسبوها لكن هم وفقا لللي بيقولوا وانا بقول هنا لانه وفقا لللي هم بيقولوا فحصل نوع من التعنت من الكلية وصل لدرجة حرمانهم او فصلهم من الكلية على الجانب الاخر الادارة ادارة الكلية وسيدة عميدة الكلية بتقول انه الوضع مختلف تماما وانه في اسباب تانية غير الاسباب دي هنبدأ نسمع الاول من الشاكي الطالب ونفهم التفاصيل كلها من الدكتورة العميدة اللي برضو هتبقى منورا احنا معنا الطالب محمد علي واحد من الطلاب الخمسة وخمسين اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بحضرتك يا شريف اهلا بحضرتك قول لي ايه اللي حصل التفاصيل المهمة انا بالتأكيد مش هيبع عندي الوقت الكامل لكن قول لي التفاصيل المهمة اللي انت شايف انها لازم نعرفها بداية الموضوع استاذ شريف ان بداية الموضوع كله ان احنا دخلين المفروض على ليحة اديمة بحكم محكامة تمام لا استاذ محمد تسمعني كملكلامك على طول دخلين بحكم محكامة على لايحة اديمة بالحكم محكامة على لايحة اديمة ايه بالزبط كده دخلنا كلية الاول احنا حاليا مصد سنة ثالثة فاول ما دخلنا في سنة ثانية اه حاولون اكبرونا ان احنا ندفع سبع تلاف ونص عشان نخش كلية في سنة ثانية دفعتوا مصاريف اضافية سبع تلاف ونص في التيرم تمام اه دفعنا اه رفعنا ضعوة قضائية تاني اه بحس ان احنا ما ما فيش اي حاجة في لوائح الكلية ونص ان احنا ندفع سبع تلاف ونص دول طيب اه اه جتنا خلصنا التيرم الاول في سنة ثانية عادي عد عادي وفاتح لنا المنصة التعليمية وكل حاجة مفتوحة اه جينا التيرم التاني اه 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 كل حاجة افلت علينا عمتا من الكلية وحاجبوا عننا النتيجة اه حاجبوا عننا نتيجة التيرم التاني ده في التيرم التاني من سنة ثانية اه وخلصنا سنة ثانية طالعنا التالتة خدنا حكم المحكمة ظهر الشهر اثماشر في اخر شهر اثماشر اللي هو الشهر ده اي اه اه في بداية السنة اه دكتورة احنا كان رفعين شكوى لرئيس الجامعة اه باسم اه عشان كانت فيه دكتورة ما بتدخلناش محاضرات وبتقول لنا لما تحلوا مشاكلكم مع الكلية اه اه رفعنا شكوى باسم الدفعة ان الدكتورة ديت ما بتدخلناش المحاضرات وان احنا من حدنا اسم دار المحاضرات طب الوضع الحالي ايه عشان انا عايزة اسمع الدكتورة هيام عياد العميدة قل لي الوضع الحالي اي دلوقتي الوضع الحالي ان احنا مفصولين والحكم بتاع المحكمة مش راضيين ينفزوه ومفصولين لمدة عام طيب يعني هو ده الاساس ده الاساس اللي انت بتقوله في مسألة الحكم المحكمة وعدم تنفيزه وموضوع الفصل الفصل ده يجمع ال55 طالب يجمع ولا فيه عقوبات مختلفة 82 طالب يا قصة الشريف 82 انت بتقوله انهم 82 طالب كلهم من الطلبة اللي دخلوا في الاساس بالمحكمة على اللايحة القديمة طيب بشكرك شكرا جزيلا